يلتحق بنا من المنام المحلل السياسي موسى العساف أهلا بك أستاذ موسى أبدأ معك أستاذ موسى كيف استخدمت قطر هذه الأكاديمية اللي بث الفوضى لا سيما ما حدث في المنطقة عبر ما سمي بالربيع العربي بداية من المهم التذكير أن قطر لم تتوانى عن استخدام أي أسلوب وأي طريقة وتوظيف أموالها بشكل كبير من أجل إحداث التغيير في المنطقة أو دعم كما تسميها الثورات الربيع العربي هذه النقطة يجب الأخذ بها بعين الاعتبار أو الانتباه لها منذ بداية الأحداث حيث أن هناك قوى ناعمة كبيرة استخدمتها قطر في الدول العربية التي قامت فيها الثورات أو أحداث الفوضى كانت قطر داعمة رئيسية فيها وأقصد هنا بالقوى الناعمة التي يأتي من ضمنها طبعا مراكز الأبحاث والدراسات وأكاديميات متعددة وسائل الإعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي كل هذه الوسائل لم تتوانى قطر عن استخدامها من أجل التأثير على الشارع العربي وأحداث الفوضى التي سعت لها منذ مطلع 2011 عندما بدأ الربيع العربي أو ما يسمي بالربيع العربي في تونس قطر بهذا الأمر عملت بشكل مكثف على تجنيد عدد من الشباب العرب كما رأينا في التقرير الذي أذعه تلفزيون البحرين اليوم عملت على تجنيد عدد من الشباب من أكثر من دولة يعني استحدث المشاركون في البرنامج عن شباب كانوا موجودين من الإمارات العربية المتحدة من السعودية من مصر من تونس من أكثر من دولة عربية وهذا يدلل على أن المشروع هو مشروع شامل لأحداث الفوضى وأحداث التغيير واستخدام يعني هما كانوا يدعو أو يقولوا أنه التغيير باللا عنف ولكن ما رأيناه على أرض الواقع حقيقة هو العنف والعنف المفرط الذي أدى إلى إزهاق مئات الآلاف من الأرواح أو ربما الملايين في ليبيا في سوريا في العراق في اليمن وهذا يعني كله مؤشرات رئيسية على أن المشروع القطري كان يعمل في كل الاتجاهات وغم كما قلت سابقا لم يتوانى عن استخدام أي وسيلة كانت تتح له وتوظيف الأموال من أجل إحداث هذا التغيير في الدول العربية نعم أنت تحدث عن القوى النعمة وهي من مركز الأبحاث وغيرها يعني من الممكن هنا أن نربط بين الأكاديمية وما حصل في 2011 في البحرين بالتأكيد يعني كما أعيد حضرتك ومشاهدينك الكرام إلى التقرير التلفزيوني والذي قال فيه أحد المشاركين أنه عندما كانوا يدرسون بالأكاديمية أو التحقوا بالأكاديمية في 2012 وعندما بدأوا بالتدريب على آليات التغيير وجد أن كل ما جرى في البحرين كان طبق مخطط يعني كامل ما يدرس بالأكاديمية وبالتالي فأنا لا أستبعد أن تكون هذه الأكاديمية لها أصلا يعني دور ولها في أحداث البحرين ما قبل 2011 يعني كل ما جرى في البحرين وما جرى في ليبيا وما جرى في مصر وسوريا وغيرها من الدول العربية كله كان وفق مخططات محددة موضوعة بدقة عملت الدوحة على نشرها من خلال الأكاديمية ووسائلها المختلفة كما قلت وسائل القوى الناعمة لديها عملت على تأكيدها وترسيخها في أذهان الكثير من الشباب العربي والذين للأسف الشديد يعني انساقوا لها ولكن يعني باعتقادي أن أغلبهم انساق لهذا من منطلقات يعني ربما لا تكونها الدامة بالأساس ولكن عندما تورطوا فيها لم يجدوا المخراج واستمروا فيها ما رأيناه في التقرير يؤكد أن الدوحة وهذا الأستاذ يوسف بن خليل وعبد العزيز مطر الذين اشتركوا في هذه الأكاديمية وأنا أعرفهم شخصيا يعني لم يكن اختيارهما في هذا التوقيت تحديدا عبثا يعني أعتقد أن اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية والدخول في دروسها كان مخطط له منذ البداية حيث أنه بعد فشل ما سمي يعني أو ما جرى في البحرين في 2011 من أحداث فوضى الدوحة لم تيأس ربما وحاولت الكرة مرة ثانية ولكن مع أشخاص جدد ووجوه جديدة لإحداث هذا التغيير ولكن والحمد لله يعني الشابين الذين ظهروا بالتقرير وأنا كما قلت أعرفهما جيدا يعني هما من الشباب الوطنيين والمخلصين لهذا الوطن ولهذه الأمة نعم هنا أستاذ موسى يعني إلى أي مدى أيضا استطاعت المنامة إحباط هذا التأمر القطالي التي تحدثت عنه لا سيما في لعب الدوحة على وتر الحقوق السياسية عبر منظماتها نعم يعني من المهم التذكير أن القطر يعني غير أكاديمية التغيير أو القناة الجزيرة لديها صلاة قوية بالعديد من المنظمات الحقوقية حول العالم ربما من ناحية التمويل أو من ناحية الدعم لديها علاقات أيضا مع الكثير من مراكز الأبحاث سواء المتواجدة في الدوحة أو حول العالم وأود التذكير هنا لأن في الدوحة ما يزيد عن 35 إلى 37 مركز بحثي سياسي متخصص يعني دولة بحجم قطر عدد سكانها لا يزيد عن 300 ألف عندما يكون لديها أكثر من 35 مركز بحث سياسي فهذا أمر يدعو إلى الريبة وإلى لفة الانتباه بشكل كبير يعني نحن لسنا ضد مراكز الأبحاث ولكن هناك أيضا مراكز الأبحاث متعلقة بالتنمية متعلقة بالاقتصاد متعلقة بالحالات العلاج للحالات الطبية هناك الكثير من مراكز الأبحاث على العالم ولكن ما نراه في الدوحة أن التركيز وهذا العدد الكبير في مراكز الأبحاث في دولة صغيرة المساحة جغرافيا وصغيرة العدد السكاني كان يدعو دائما إلى الريبة ولكنه يدلل بذات الوقت أن الدوحة لها تأثير على بعض هذه المراكز سواء كما قلت مراكز أبحاث ودراسات عالمية أو محلية وأيضا على منظمات حقوقية وهو ما حاولت الدوحة استغلاله في الحال البحرينية من خلال تشويه ويعني نشر الكثير من التقارير المغلوطة عن وضع حقوق الإنساء في البحرين وفي ذات التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين أيضا كان هناك رزد قام به الأخ سلمان ناصر وهو من الحقوقيين البحرينيين هناك رزد يعني يظهر أن البحرين كانت الدولة الأكثر من أكثر دول المنطقة ربما دول العالم التي تم نشر تقارير مسيئة إليها من خلال منظمات حقوقية يعني مع فرق كبير بينها مثلا وبين دولة زي العراق أو زي إيران والتي يعني لم تصل إلى نصف ما وصل إليه عدد التقارير الحقوقية التي نشرتها البحرين هذا كله دليل واضح يعني على أن تلك المنظمات مسيئة وأنها لديها أجنتات خفية تحملها وأن لديها أو خلفها من يدعموها أو من يقوم بتوجيهها نحو هذا الاتجاه البحرين والحمد لله يعني في البحرين يعني أعتقد أن هناك ليس داعي لأن نكذب في البحرين إنما نظهر الحقيقة فنظهر حقيقتنا في البحرين البحرين على حقيقتها بلد متطور بلد ديمقراطي بلد يؤمن بدولة المؤسسات بلد هناك فيه تعددية فيه حرية سياسية وحرية فكرية وبالتالي إظهار حقيقة البحرين كما هي يكذب كل هذه التقارير أمام الرأي العام العالمي نعم طيب أستاذ موسى يعني في رأيك يعني بعد هذه الأدلة والمعلومات والحقائق عن الدور القطري التدميري ولزعزعة الاستقرار في المنطقة برأيك أستاذ موسى إلى أين تتجه قطر الآن؟ يعني أتوقع أن قطر كما يقال دائما تتجه إلى المجهول يعني المستقبل القطري في ظل هذا التعنت وفي ظل هذا الرفض والإصرار على المكابرة والإصرار على رفض الاعتراف بالذنوب والأخطاء الكبير التي اقترفها ساسة الدوحة فإنه يدفع قطر إلى منطقة للأسف الشديد يعني شفني أن أقول ذلك هي منطقة مظلمة عليها وعلى أساستها ولكن يعني كل ما نتمنى أن يعني يحاول قادة الدوحة الرجوع إلى صوت العقل والمنطق وإعادة دراسة الأمور وإعادة التفكير في كل بجرة يعني في البحرين تحديدا يعني سأقول لك أنه بالأمس خرج بيان من النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرين يطارب فيه بأن يتم جمع كل الأدلة الثبتية التي تدين قطر بطورتها بالإرهاب بالبحرين من خلال سواء الأفراط المتضررين أو المؤسسات الاقتصادية المتضررة ورافع قضايا جنائية سواء داخل البحرين أو على المستوى الدولي هذه الخطوة أعتقد الخطوة البحرينية إذا طبقت أو إذا نفذت على أرض الواقع ستكون أحد الأدوات التي ستكبح جماح الدوحة وتغولها في الشأن العربي وشأن دول الجوار قطر الآن إلى منطقة مجهولة لا نعرفها ولا نتمناها لها حقيقة لأن قطر كدولة وقطر كشعب هم أخوان وأعزاء وأشقاء ممكن لهم كل الاحترام والتقدير ولكن السياسة الدوحة يعني ضربوا عرض الحائط بكل القيام وبكل المبادئ التي نؤمن بها كأمة عربية واحدة وكأمة إسلامية ضربوا بها عرض الحائط وباعوا كل هذا التاريخ الكبير من أجل بعض الأطماع أو بعض الأوهام في رؤوسهم وتحالفوا مع قوى شيطانية عالمية سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي قطر متجهة إلى طريق صعب أو متجهة إلى منطقة صعبة لا نتمنى أن تصل إليها ولكن نتمنى أن تكبح جماح غرورها إلى هذه المرحلة نعم كان معنا من المنام المحلل السياسي موسى العساف شكرا جزيلا أستاذ موسى على هذا التفصيل وهذا التوضيح